تطرح أمانة عمان مطلع الأسبوع المقبل عطاء لإعادة إنشاء ثلاثة جسور مشاة في العاصمة عمان كانت تعرضت لحوادث مرورية أحدثت بها أضرار كبيرة بعد مرور عدة أشهر على انهيار عدد من جسور المشاة الإسمنتية في عمان إثر اصطدام مركبات مختلفة الأحجام بها ارتاءت أمانة عمان الكبرى طرح عطاء لإعادة إنشاء أهم ثلاثة منها الواقعة في المنارة وخلدة وطبربور واستبدالها بجسور معدنية مطورة الأمانة ستنفذ العطاء وتعود بالكلف على شركات التأمين العائدة لها المركبات التي تسببت بالحوادث من المفروض التي تغطي تكلفة الصيانة أو إعادة الأوضاع كما هي في هذه المواقع هي شركات التأمين ولكن لحدوث التعارض في المبالغ المقدمة من شركات التأمين والتي لم تقبلها شركة متخصة للتنفيذ الجسور مما أدى للتأخير في إعادة الصيانة وإحنا كمانة عمان وسيط بين شركة التأمين وشركة متخصصة وللتأخير الكبير الذي شهدناه ارتأت أمانة عمان لطرح العطاء على نفقة أمانة عمان واستبدالها بجسور معدنية حضارية بارتفاع مناسب التي تحمل جسور من تعرض الحوادث مرة أخرى أمانة عمان الكبرى كشفت أنها ستعالج جسر شرع الحرية وجسر بوابة المدينة الرياضية والتي تعرضت لحوادث مرورية من خلال تلزيم مقاولين لإجراء اللازم بإصلاح الأضرار